كمان بحسب مصدر مسؤول في النادي الاهلي النادي الاهلي لم يرسل اي عرض رسمي الى السويدي كالوس سترادنبرج لاعب هاتاي سبور التركي مفيش عروض رسمية والكلام كله كلام وقل بس انا عايز اقول حاجة بصراحة الشيء بالشيء يذكر يعني في زميل لنا صحفي مجتهد شاطر هو صلاح ابو زيد عمل حوار مع رئيس هاتاي سبور التركي النهاردة الصبح والراجل قال فيه انه فعلا فيه عرض من النادي الاهلي صلاح مجتهد شاطر عمل حوار نزله على موقع كورا بلاس الحوار عمل رد فعل كبير جدا في كل الوسط الاعلامي وبدأت الناس تاخد تصريحات من اطراف مختلفة بعد هذا الحوار مع رئيس النادي رئيس النادي قال انه فيه مفاوضات مع النادي الاهلي الوكيل ناف النادي الاهلي لما سألناه قالنا برضو احنا ما قدمناش اي عروض لنادي التركي تحليل الموضوع انه طبعا الراجل صلاح ده ما عملتش حاجة غلط بالعكس ده هو عمل اكتر حاجة مميزة في الامر اللي خده التصريحات من الوكيل برضو تصريحات سليمة تصريحاتنا من النادي الاهلي هي تصريحات سليمة تصوري انه الحكاية دي ادام فيها اختلافات من كل الاطراف دي لعبة وكلة وبالتالي ده تحليل الموقف يعني وبالتالي مفيش صفقة للاهلي مع هذا اللعب السويدي وكلها حكايات وكلة ولعب سواء وكلة بقى بيلعبه على رئيس النادي التركي وكلة بيلعبه مع النادي الاهلي بس هي لعبة وكلة يعني